مجلس النواب بالبدء في إجراء مشاورات مع سلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 وذلك تعزيزا لشراكة المجتمعية والشعبية في صنع القرار الوطني وأشار معليه إلى أن مجلس النواب سيبدل قصار جهده في تحقيق التشاور البناء والمثمر لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 وتشكيل فرق عمل من أجل الوصول إلى الغيات والتطلعات لصالح حاضر ومستقبل المملكة كما ثمن معليه توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة العمل على تنفيذ مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مع الاستمرار في عمليات القياس والتقييم لكل ما تحقق فيها